بسم الله الرحمن الرحيم نكمل مع بعض في ومضات مع الدياتا مايننج وقفات سريعة ومختصرة مع الدياتا مايننج في المحاضرة هادي هنتكلم عن طبعا التسلسل كده منطقي انا بتكلم انا في كلمنا عن الدعريف عرف نحش عايزين تكلمنا بعد كده عن البروسيس شوفنا انه في عمليات كاملة عشان اوصل لداتا مايننج ليفل وبعد كده اوصل لبتنز اللي بدي اياها وبعد كده تكلمنا انه في عندي المهام اللي بتي اللي انا بقى حاول اشتغلها في الداتا مايننج او المشاكل اللي بحاول من خلال الداتا مايننج اشتغلها طبعا هادي الكلام اي حدا بفكر كده بكل بساطة بقول لك يا عمال الموضوع هذا مش سهل والموضوع هذا مش معقول كده ممكن الكمبيوتر يقدر يعمله او الحاسوب يقدر يعمله فهنا بنقول انه في عندي مجموعة من التحديات مش كل هدف انا بحطه قدام عيني ممكن اوصل الى بسهولة لا في عندي تحديات لازم اتغلب عليها التحديات اللي في الداتا مايننج هي عندي مجموعة من التحديات تقريبا الخمسة او ست تحديات حنتكلم عنها في أول تحدي بمعنى آخر أنه التكنيكس اللي بنستخدمها لازم تكون يعني بمعنى آخر أنه ما تفرقش معايا النتائج إذا اختلف حجم البيانات تمام طبعا حجم البيانات في الديتا ماينينغ ضخم كبير زي ما اتفقنا قبل شوية وشوفنا فأنا لما بقول أنه في عندي أنا البيانات حجمها ضخم فالمفترض أنه التكنيكس اللي عندي ما يتفرقش النتائج تبعيتها فتطلع لنتائج بنفس الجودة تقريبا لو اختلف حجم البيانات كبر أو صغر أما ما يكون الالغوريثم بيشتر مع بيانات قليلة بشكل ممتاز مع بيانات كبيرة بيصير بيطلع نتائج جودتها قليلة لا لازم يكون عنده قدرة يتعامل مع حجم البيانات المختلفة انه أنا في عندي حجم البيانات ضخم لما بتكلم عن عدد كبير جدا من الأتريبيوتس عدد كبير جدا من الروز يعني أنا في لو عندي مثلا عايزة تكلم عن موظفين مثلا لدولة فلسطين مثلا وبتكلم انه هما وبتكلم انه هما مثلا 20 ألف أو 50 ألف موظف في 50 ألف موظف كل موظف فيه عنده 10 صفات بتعامل معامل خلالها اضرب 10 في 20 ألف وكمل وشوف كم عملية انت عايز تشتر فهذا منشاناتي عالية كتير بتاخد وقت طويل فانت لازل تعمل خبرزميات تاخد بعين اعتبار هذا الموضوع وتكون سريعة وتحاول تتعالج المشكلة بشكل سريع تمام هنا بيعدي عندنا موضوع انه هل أنا أشتغل خبرزمياتي أونلاين ولا أفلاين أشتغلها انه مباشر أعطيه البيانات يطلع لدي النتائج ولا أنا أعطيه البيانات بالراحة ويشطل بالراحة لأنه أنا مش معنى بموضوع الوقت هل بتفري من لآخر التالج التالي الهيدروجينس أنا بتعامل مع بيانات من مصادر مختلفة وبالتالي بتكون تبعها مختلفة وطريقة الادخال مختلفة فعملية الهيدروجينس للداتا بدها منك معالجة بدك منها تعامل من خلال انه تتعامل في موضوع الانتجريشن للداتا وموضوع الديتا كليننج عشان تقدر تتعالج موضوع الهيدروجينس لكن موضوع الهيدروجينس بكل وضوح بيأثر بشكل كبير حالا او ممكن يأثر بشكل كبير على جولة المخرجات اذا اتعملناش معها بشكل جيد يبا في عندي انا ثلاثة الرابع التحدي الرابع الداتا كوالتي انا مش مغضوب مني اشتغل كل الشغل هذا واجمع البيانات وعمل الانتجريشن وعمل سيليكشن للبيانات وابدأ اعمل التاسك اللي بديها وفي الاخر اطلع بيانات مش دقيقة او فيها ميسنج او فيها نويز او البيانات تكون مش مش فلد تمام البترن يعني اللي وصلنا لها فانا كل التحديات اللي موجودة انا ورضو فيه تحدي مهم جدا ان انا عايز اطلع بيانات عايز اطلع نتائج تكون ممتازة الان النتائج الممتازة محتاجة مني اكون ادخلت بيانات او مدخلات بجودة جيدة بجودة مناسبة تمام فهذا تحدي يبقى ادات اكوالتي هنا مقصود فيه انه انا البيانات اللي بتحامل معها تكون جودتها جيدة مفيش فيها نويز مفيش فيها مفيش فيها مفيش فيها تمام طبعا كيف بدو يصبح هذا كل البيانات فيها نويز كل البيانات فيها مفيش ما يريد اعمل انا مفتلط بالحالة يكون في عندي خوارزميات الخوارزميات هذه تتعامل مع مع عشان اقدر اوصل لبيانات قدر المستطاع عشان اقدر بعد كده اطلع النتائج ممتازة اذا ال data quality ال data اللي مدخلة عندي على النظام لازم انا اتأكد ان هي تكون سليمة التحدي الخامس ال data distribution الان البيانات لما تقولنا عنها البيانات حجمها كبير هذه البيانات مش معقول تكون مخزنة في مكان واحد منطق هتكون موزعة في اكتر من مكان وبالتالي الخوارزمية اللي عايز تشتغلها عشان تقدر تعمل لازم تاخد بحين الاتبار انه ممكن تتعامل مع بيانات مش في مكان واحد مش مخزنة في مكان واحد هذا كمان تحدي الخامس التحدي السادس والاخير اللي هي ال privacy preservation الكلنا بنعرف انه اي مؤسسة بتحاول تحافظ على بياناتها يمكن احنا لما اشتغلنا او اشتغلتم على ال project وحاولت تروحوا لمؤسسات تجيبوا منها data bases اللي كان من ضمن العوامل الاساسية انه ما يدوكاش او يتحرجوا او يعتذروا انه هم مخيفين على يعني الامن المعلومات عندهم وانه كيف يطلع معلومات للزبائن وما شابه فهدي مشكلة فانت هنا هدي مشكلة بيقتحددها بلقد تدي يعني التطور امكانيات الخوارزمية التفاعتك عشان تحافظ على الامن المعلومات للبيانات اللي انت بتتعامل معها خاصة ان هي صارت موزعة زي ما اكتفقنا في التحدي السابق بهاي 6 تحديات احنا بيحتاجين الخوارزميات تبعيتنا ناخدها بعين الاعتبار ناخدها كده بشكل عكسي انه انت حايز تحافظ على البيانات بيانات عندك موزعة عنها كبيرة عندك البيانات الداخلة لازم يكون جودتها مناسبة ما تكونش فيها نويزي كتير البيانات جايينة من الاواكن مختلفة بصيب مختلفة مختلفة الحجم بيانات كبير جدا لانه كل البيانات له مجموعة كبيرة من اللي بتمثلها اخيرا انه انا محتاج التكنيك ستتعامل مع البيانات بغض النظر حجمها كبير او صغير تطلع نفس النتائج يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة